نتحدث في هذا اليوم عن بعض ما جاء في القرآن عن ذكر الله عز وجل أمر الله عز وجل الحجاج إذا أفاضوا من عرفة إلى مزدلفة ووقفوا عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر أن يذكروا الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ترجمة نانسي قنقر